ليتوانيا نافذة جديدة للعبور إلى دول أوروبا يخترق المهاجرون الأسلاك الشائكة والحواجز الممتدة على طول الأراضي البلاروسية المتاخمة لليتوانيا للهروب من جحيم بلدانهم يسلكون مئات الكيلومترات سيراً على الأقدام رغم المخاطر التي تحف طريق الخلاص والعراقيون هم الأكثر نفورة مصاعب السفر كثيرة والضريبة تصل للموت أحياناً وهذا ما حصل مع جعفر من أهل مدينة النجف بعد أن فر هاربنا الأسبوع الماضي من مدينته بحسب شهادات من تعرف عليه وجد جعفر مقتولاً بآثار ضرب مبرح تلقاه جسده على تلك الحدود ليتوانيا التي ترى نفسها ضحية الصراع السياسي بعد فتح حدود من يجاورها لمرور اللاجئين عبر أراضيها إلى دول أوروبا فرضت مزيداً من القيود والإجراءات الصارمة ضد المهاجرين هذه الإجراءات تبينت نتائجها سريعاً بعد مقتل هذا الشاب وتعرض العشرات من العراقيين للضرب والاعتداء قبل إعادتهم قصراً إلى بيلاروسيا إجراءات استحدثتها ليتوانيا في أيامها الدبلوماسية الأولى مع العراق بعد زيارة أجرها وزير خارجيتها للبلاد قيل إنها لتوطيد علاقات البلدين أي توطيد والعراقيون يقتلون ويضربون على أيدي حرس حدودهم في وقت أصدرت فيه وزارة الخارجية العراقية بياناً يتلخص فحواه أنها تتابع تفاصيل مقتل جعفر دون ذكر مزيد من التفاصيل جعبر جمال قناة الرشيد الفضائية بغداد